الزيادة الكبيرة في الأجور حيث ستصل في شهر جامع في إن شاء الله سنة 2024 إلى 47% أيضاً أشار السيد الرئيس إلى قضية رفع النقطة الاستدلالية وأيضاً الرفع من الحد الأدنى للأجور وأيضاً إعفاء أصحاب المدخيل التي يكون دخلها 30 ألف دينار جزائري من الأجر على الضريبة إيرجي وهو أمر جيد بالنسبة للموظفين أيضاً من خلال زيادة أيضاً رفع معاشات المتعاقدين وهو أمر إيجابي أيضاً يحفظ كرامة الموظف وأيضاً يحفظ كرامة المواطن الجزائري المنحة كما أقرها السيد الرئيس الجمهورية وهي قضية مبلغ مال يقدر بـ 1.5 مليون سنتيم هي كما قال السيد الرئيس جاءت لتحفظ ماء الوجه للشباب الجزائري من الجنسين حتى يستطيع أن يشتري أو يمكن نفسه من أبسط الضروريات السيد الرئيس أيضاً الرجفي على أساس أن هذه المنحة سمحت للعديد من الشباب من التخلي عنها بعد حصولهم على مناصب عمل وأيضاً إدماجهم في إطار التكوين المهني وهي منحة صراحة أقرها السيد الرئيس الجمهورية على أساس أن الميزانية التي كانت للجزائر سنة 2023 هي ميزانية ضخمة بلغت 98 مليار دولار وأيضاً في سنة 2024 أيضاً كان هناك ميزانية أيضاً ضخمة تقدر بـ 110 مليار دولار وهو مساعدة على مساعدة المواطنين وأيضاً الشباب في إطار هذه المنح من النقاط كما تعلمون هناك زيادات للفئات المتضررة أصحاب المنح المزمنة وأنا بصفة عضو في لجنة الصحة تمنا مثل هكذا أمور السيد الرئيس رفع قيمة المنحة الجزائفية من 3000 دينار جزائري إلى 7000 دينار جزائري من شهر ماي 2023 وأيضاً منحة ذوي الهمام أو المعاقين أيضاً رفعت من 10 ألف دينار جزائري إلى مبلغ 12 ألف دينار جزائري أي 1 ألف دينار جزائري وهو أمر إيجابي يحسب للرئيس أيضاً دون أن نتناسى أيضاً فئة الجمعيين الذين قام الرئيس أيضاً برفع منحتهم من 1300 دينار جزائري إلى 2000 دينار جزائري كل هذه الأمور إن شاء الله ستساعد على تجزيد فكرة الأدالة الاجتماعية بين المواطنين رغم أنه هناك بعض الفئات لن يصعفها الحظ من الاستفادة من منحة البطلة خاصة الفئات التي سنها بين 40 و50 سنة وأيضاً الفئات التي عملت ليوم أو يومين أو شهر غير أنه في إطار نقاشاتنا على مستوى البرلمان وأيضاً في إطار مداخلاتنا ستكون إن شاء الله هناك أمور إيجابية في مطلع سنة 2024 لتكفل بهذه الفئات بلغته المعتادة وبلغته التي دائماً تعتمد على لغة الأرقام حتى لا يفهم من هنا أو من هناك بأن هذه الأمور هي أمور ديماغوجية وفقط السيد الرئيس ركز على دعمه التام للفئة الهشة في المجتمع وأصر على اجتماعية الدولة وأكد مراراً على أن الدولة لن تتخلى على أي مواطن جزائري والدولة لا تزال تدعم كل الأمور التي تهم المواطن خاصة من الجانب الاستهلاكي السيد الرئيس أيضاً من خلاله أقر على أنه تم إنجاز وتوزيع أيضاً أزيد من مليون وحدة سكنية وهذه أيضاً تدخل في اجتماعية الدولة السيد الرئيس أيضاً لحى على أنه في إطار ميزانية سنة 2024 بإعادة صندوق دعم مرضى السرطان وهذا أمر إيجابي يحسب أيضاً للسيد الرئيس وأيضاً يحسب للحكومة المرضى أيضاً كان لهم نصيب من هذه الميزانية حيث أسرى السيد الرئيس على أساس أنه سيتم وجلب كل الأدوية وأيضاً كل الأمور التي كانت مقطوعة في السوق من أجل أيضاً ضمانة صحة المواطن هناك كان إشكال كبير في قضية المسرعات الخاصة بمرضى السرطان استبشرنا خيراً بإصلاح أغلبية المسرعات الموجودة على المستشفيات وأيضاً باقتناء أزيد من 13 مسرع وزع على مستوى المستشفيات الكبرى على مستوى الوطني صراحةً عندما نريد أن أقوي الجبهة الاجتماعية وأيضاً نقوي الخطاب الذي أقره السيد الرئيس يجب أن نعمل على إعداد الدفتر العقاري للمعوز هذا الدفتر الاجتماعي للمعوز هذا الدفتر إن شاء الله سيساهم بشكل كبير بتحديد المعوز وأيضاً لمن تدفع هذه المبالغ استبشرنا خيراً أيضاً بتخصيص مبالغ ضخمة في إطار ميزانية الدولة كالتكفل بمانات قد ضل وهدر من النقاط كما تعلمون هناك زيادات للفئات المتضررة أصحاب المنح المزمنة وأنا بصفة عضو في لجنة الصحة تمنا مثل هكذا أمور السيد الرئيس رفع قيمة المنحة الجزافية من 3000 دينار جزائري إلى 7000 دينار جزائري من شهر مايي 2023 وأيضاً منحة ذوي الهمام أو المعاقين أيضاً رفعت من 10000 دينار جزائري إلى مبلغ مليون ومتين سنتيم مليون ومتين 12000 دينار جزائري أي مليون ومتين سنتيم وهو أمر إيجابي يحسب للرئيس أيضاً دون أن تناسى أيضاً فئة الجمعيين الذين قام الرئيس أيضاً برفع منحتهم من 1300 دينار جزائري إلى 2000 دينار جزائري كل هذه الأمور إن شاء الله ستساعد على تجديد فكرة العدالة الاجتماعية بين المواطنين رغم أنه هناك بعض الفئات لن يصعفها الحظ من الاستفادة من منحة البطالة خاصة الفئات التي سنها بين 40 و50 سنة وأيضاً الفئات التي عملت ليوم أو يومين أو شهر غير أنه في إطار نقاشاتنا على مستوى البرلمان وأيضاً في إطار مداخلاتنا ستكون إن شاء الله هناك أمور إيجابية في مطلع سنة 2024 لتكفل بهذه الفئات هناك كان إشكال كبير في قضية المسرعات الخاصة بمرضى السرطان استبشرنا خيراً بإصلاح أغلبية المسرعات الموجودة على المستشفيات وأيضاً باقتناء أزيد من 13 مسرع وزع على مستوى المستشفيات الكبرى على مستوى الوطني هناك كان إشكال كبير في قضية المسرعات الخاصة بمرضى السرطان استبشرنا خيراً بإصلاح أغلبية المسرعات الموجودة على المستشفيات وأيضاً باقتناء أزيد من 13 مسرع وزع على المستشفيات الكبرى على مستوى الوطني